وأنا من هنا أدعو الجزائريين أن يخذوا موقف أيضاً في الجزائر يتحدثون على أن هذه الأيام كائن حاجة يسموها مهرجان الموسيقى الأوروبية في دورتها الـ 24 تحت شعار أوروبا إفريقيا بتنظيم بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر بالمسرح الوطني الجزائري وتستمر من السابع والعشرين من يونيو يعني بعد ثلاث أيام إلى الثالث من يوليو أسبوع يعني بحضور 13 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد نحو الشعوب لكن الجزء الأكبر من دول الاتحاد الأوروبي يدعمونها في ذبح الفلسطينيين إذا توقفوا الآن فإنهم في البداية دعموا في البداية كلهم كانوا يدعمون على استثناءات قليلة وخرجوا وخرج رئيس وزارة بريطانيا والمستشار الألماني والفرنسي وراحوا يهرولون إلى تل أبيب وفقط واشتطلب تل أبيب تجيبهم درك انتا تجيب الرقاصات والرقاصين من الامتحاد الأوروبي وتعطيلهم عشرات الألاف والمئات الألاف من الدولارات في حين أن نصف الشعب الجزائري يعيش تحت خط الفقر في حين أن ملايين جزائريين لا يجدون سكنا في حين أن ملايين جزائريين يعيشون مرارة العيش ومرارة اللقمة في حين أن ملايين جزائريين ينقطع عليهم الماء في حين أن ملايين جزائريين تنقطع عليهم الكهرباء من حين لآخر وأحيانا لفترات وهو الصيف جاي وهو مازال ما هذا العبث ما هذا الابتلاء الابتلين به ما هؤلاء البشر ألا أنكم تعيشون في القصور وفي الفلات بمسابحها وبحراساتها وتعيشون في عالم آخر بينما الشعوب تعيش في مرارات شديدة لا يكفيها أن ترى إخوانهم بشر يجوعون ويقتلون منذ تسعة أشهر وأنتم لا تتحركون طبعا نحن عندنا شوية بروباغندا انتع فلسطين ظالمة ومظلومة ويدعموا في عباس الميليشيوي عباس اللي يحرص في إسرائيل ثم تروحوا تدخلوها مراقص وفي ما نشعار في الأوروبي والإفريقي وجايبين هذا وقبل أيام كانوا جايبين في عنابة جابوا واحدة إسبانية يعطاوها مبالغ ضخمة حديث على ثلاث ملاير ولا ست ملاير بالسنتيم الجزائري تده راقصة على يومين بينما كان عداد هائلة من الجزائريين يجدون إلا تقدوا ما يتعشاوش أي عبث هذا لا أعرف إذا لا نقدر نزيد نكمل ولا لأنني نشعر بوحد الغضب صراحة وإذاك نفضل أني نخليكم السلام عليكم ورحمة الله